هلو افرون هابي هافين كونتو فودي اهلا بكم اعزائي في درسنا لهذا اليوم يونت ثري اللسن فايف اون بيج فورت سيكس ما الخطأ انظر واجب كم عدد الاشياء الخاطئة اربط واكتب الارقام رح نقرأ هذه الجملة ونربطها بالجملة المكملة لها حسب الصورة يوسف يرتدي لاحظوا بالصورة شنو يرتدي نكتب بالمربع الخاص ببينك تراوزرز بيضة لينا اكبر من لاحظوا في الصورة بيضة لينا بيضة لينا اكبر من الملعقة لاحظوها في الصورة اكبر من الملعقة نكتب رقم اثنين ونربط بينهم رانا ترتدي شنو ترتدي لاحظوا بالصورة رانا ترتدي قبعة وشاح ومعطف نكتب نمبر ثري نمبر فور طارق يجلس ون يجلس لاحظوا بالصورة على الكرسي نمبر فور نمبر فايف نمبر سيكس المعلم يمسك لاحظو شنو يمسك بايده المثلجات نمبر سيكس نمبر سبن The moon is القمر لاحظوا القمر بالصورة وين In the sky في السماء The sky السماء نمبر سبن نمبر ايت لينا's trousers are لاحظو حذاء رياضي للينا كبير جدا نمبر ايت الان ننتقل الى صبحة 47 listen and read لنا's email استمع واقرأ ايميل لنا احنا دارسين الاميل في الوحدات السابقة من اريد اكتب ايميل الى صديق نكتب لاحظو في الاعلى to الى سوزن الى الاسم اللي اريد ارسله الشخص اللي اريد ارسله الايميل اكتب اسمه subject الموضوع نكتب اي موضوع احنا حابين نحجي عنه our school open day مثلا يوم مدرستنا المفتوح ونبدأ بالتحية hi susan مرحبا susan today was our school open day اليوم كان يوم مدرستنا المفتوح i run in the egg and spoon race انا ركضت في سباق البيضاء والملعقة i was first انا كنت الاولى يعني كانت في المركز الاول first الاول my brother yusuf was the winner in the running race اخي يوسف كان الرابح في سباق الركض my class had a stall with cakes صفي كان لديه كشك يبيعون الكيك يعني cookies and lots of nice things to eat يبيعون الكيك cookies الكعك والعديد من الاشياء الجميلة للأكل يوسف's class صفي يوسف had a stall with drinks كان لديهم كشك المشروبات it was fun لقد كان ممتعا لينا يعني في نهاية الايميل نكتب اسمنا الآن سوزن راح ترد على ايميل لينا listen and read susan's email استمع واقرأ ايميل سوزن to lina الى lina subject your school open day يوم مدرستك المفتوح hi lina مرحبا لينا what cakes did you make ما الكيك الذي صنحتي i am good at making cookies انا جيدة في صناعة الكعك can you come to my school open day in june هل تستطيعين القدوم الى يوم مدرسة المفتوح في شهر جون there is a skipping race and a hopping race هناك سباق التخطي وسباق القفص i am in the blue team انا في الفريق الازرق what color is your team ما لون فريقك he is a picture of me skipping هذه صورة لي وانا ومارس يعني رياضة التخطي سوزن في نهاية الايميل كتبة اسمها سوزن